عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبول اجتماع لمتابعة جهود تطوير شركة مصر للطيران وكذا الخطط المستقبلية للشركة وفي مستهل الاجتماع أكد رئيس مجلس الوزراء على أن دولة تعمل على تحسين التجربة السياحية في مصر من جميع الجوانب بما في ذلك تعزيز التكامل بين قطاعي السياحة والطيران على النحو الذي يعظم من القيمة المضافة لما يتوافر بمصر من مقاومات سياحية وثقافية فريدة وتناول الاجتماع كذلك متابعة المشروعات الخاصة بقطاع الطيران المدني والخطط المستقبلية لشركة مصر للطيران وتم عرض الموقف التنفيذي لجهود تطوير قطاع الطيران المدني وخطط الاستثمار في الطيران بشكل عام وأثر ذلك على الناتج المحلي للاقتصاد المصري